الحمد بدأ حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى المباركة النفير من مزدلفة إلى مشعر مننة لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدية ثم الحلق والتقصير قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفادة والسعي وقام الحجاج برمي الحصوات التي قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بإهدائها للحجاج بعد تعقيمها مسبقاً في أكياس خاصة لكل حاج وفقاً للبروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج هذا العام وأدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفادة وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام والتدابير الوقائية المكثفة وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت بداية هذا الأسبوع عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج الله أكبر